برئاسة المنتخب الوطني سفر طبعا برئاسة أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة المصري عشان تتوجه للواندا مفترض ان شاء الله ان البعثة توصل بسلامة الله للواندا النهاردة عشان طبعا مطش يوم الجمعة الجاي واللي هتلاعب الساعة 9 بتوقيتنا هنا في القاهرة الجولة قبل الأخيرة في المجموعة السادسة لتصفيات كاس العالم واعتقد يمكن انها مبارزة مقلت لكم في منتهى الأهمية البعثة فيها بتضم 25 لاعب تم اختيارهم هيشاركوا في المطشين مطش انجولة بداية وبعاكد ان شاء الله نرجع نلعب التلات في برج العرب مع الجابون وان شاء الله بإذن الله منتظر ان البعثة توصل بالسلامة الساعة 9 مساء اليوم للواندا وبكرة ان شاء الله هيكون فيه تدريب رئيسي هيقدي المنتخب الساعة 10 الصبح في واحد من الملاعب الفرعية والحقيقة يمكن كمان المنتخب هيعمل تدريب أخير طبعا على نفس الملعب اللي هتقام عليه المباراة 16 نوفمبر في العاصمة الأنجولية طيب هما يعني الزوالة بيأكدوا لي انه معسكر الأخير لفريق نادي الأهلي كان في إسبانيا وده طبعا زي ما قلت لك حضراتكم من 3 أو 4 موسم والشيء بالشيء يذكر أهم حاجة نديكم بس المعلومة الصحية كمان من منتخب مصر الأول هنروح للمنتخب الأولمبي بقيادة طبعا كابتن شاوي غريب الفريق دلوقتي عنده معسكر مغلق في الساد القاهرة وده خطوة من خطوات الاعداد لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 واللي طبعا هتكون نتجتها مؤهلة لأولمبياد باريس 20-24 خطة اعداد المنتخب الأولمبي بتبدأ في أن هم يشاركوا في بطولة شمال أفريقيا للمنتخبات الأولمبية وده بطولة مقررة أنها تتلعب إن شاء الله الشهر اللي جاي في ليبيا ويمكن من البداية كده واضح أنه لعبتنا إن شاء الله بإذن الله واخديني الأمور بجدية ويمكن عدد كبير جدا من لعيبة بتسعى الإثبات ذاتها قبل ما يتم اختيار بقى أو اعتماد الهيكل الأساسي للمنتخب الأولمبي جابت نشوي من ناحيته أكد على ثقته في الجيل الحالي واختياراته من اللاعبين وقدرتهم على أن هم يتأهلوا إن شاء الله بإذن الله لأولمبياد باريس 20-24 والأهم من ده أنه مش بس طبعا التأهل وحده أعتقد أنه لا يكفي تموح الجماهير المصرية إن كان في حد ذاته طبعا إنجاز أنك تحافظ على مشاركتك في الأولمبيكس لكن الأهم كمان أنه نفكر في يوم الأيام أنه نروح لبعيد إبراهيم عادل يمكن واحد من وقاة الكابتن الفريق الحالي كان شارك قبل كده مع المنتخب الأولمبي ولعب في أولمبياد توكيو وخط بنفسه التجربة وعارف قد إيه أنه شرف كبير جدا لأي لعب أنه يحقق مشاركة في الأولمبياد والأفضل كمان أنه يحقق مركز كبير والحقيقة أنه على لسانزه ملاقه كلهم بيقولوا أنه هم هيبزلوا أقصى جهدهم عشان يوصلوا يتأهلوا للأولمبياد كل التوفيق لكابتن شوقي غريب ولولادنا في المنتخب الأولمبي خلينا نروح بعد كده لفرانس براس فرانس براس يمكن اتكلمت على سيرجي راموس ولا يمكن اتكلمت عليه في حلقة امبرح